اشتركوا في القناة ناس كتيرة في مجاله بيخلي الناس تحبه تروح له دايما دهنا عن غيره يروح ابه وابنه بيقوله انه عاوز وصفة كويسة تخلي ابنه يقدر يكسب في المسابقة اللي داخلها بيعمل له ليه وصفة ندرة جدا مش موجودة في حتة ويبشر الاب ان ابنه هيكون له مستقبل كبير جدا انه هيبقى متمايز في علم الفراسة وكمان انه هيكون له نفوس كبير ويقول الاب انه هيجيب له زبان جداد وبطلب من ليه انه ما يقفلش المحل بتاعه لكن بتدخل جارت ليه في الكلام وبتقول للاب ان ليه غالبا هيا في القريب ساعتها بيسأل الاب بايه السبب اللي يخلي ليه ويقفل المحل بتاعه بتقول له جارت ليه ان ابنه هيصاب بالعمى قريب ومش هيقدر يشوف تاني وانه ما فضلش وقت كبير على حدوث الحادثة دي وبتكون جارتهم شايفة ان ليه ممكن يعمل حاجة تخليه يقدر يغير مستقبل ابنه ليه وبيكون شايف ان كل واحد مكتوب له حاجة هتحصل له اكيد وبيكون متمسك بامل بسيط ان ابنه يكبر من غير ما يفقد بصره بيحاول يعمل اعمال خيرية كتير للناس على ان ابنه ما يصابش بحاجة لما يكبر وبمرور الوقت بيدعف نظر تي ابن ليه بالتدريج وبعد عشرين سنة بيكون تي قرى بيفقد بصره تماما بيقعد مع اونج يضحكوا يهزروا يكونوا بيتفرجوا على فيديو في الموبايل وبيقوم اونج يوصف له اللي فيه علشان تي مش عارف يشوفه كويس وبيدخل ليه عليهم هما الاتنين وبيهزروا كمان معاهم وبيقول لي تي حظه في اليوم النهاردة هيكون عامل ازاي بيطب منه ما يخرجش من البيت علشان حظه هيكون وحيش بيرد تي بانه لسه ما تعشاش حتى لكن ليه بيقوله خلي اونج يجيب لك اي اكل من برا واول ما بيطلع عليه برا القودة تي بيقول له اونج انهم ممكن بعد ما ليه ينزل يروح المحل بتاعه ويقعده هناك ويتنبهوا بالاحداث اللي هتحصل للناس بيقول له اونج ان كده ابوها يتدايق منه بس تي بيرد على اونج وبيقوله انه مش هيتدايق لو معرفش حاجة في الوقت ده بيكون ليه يواف قدام المراية بيمسك صورة مراته هو اللي ماتت بيقول لها ما تلاقيش على تي وانه حتى لو اصيب بالعمق بشكل كامل هياخد باله منه برضو بمجرد ما بيطلع ليه برا البيت بيخرج تي و اونج ويروحوا لمحل ليه في الوقت اللي بتكون فيه ديري وقيل راجبين في تاكسي راجعين من صهرة حلوة بتقول قيل لي ديري انها سابعت الشخص اللي بتحبه بعد معرفت انه بيخونها وانه على علاقها ببنتي تانية وانها شافت صورتهم وما الاتنين مع بعض بساعتها بتقول لها ديري حاولي تسامحي بك ودي له فرصة تانية بس قيل بتكون متعصبة جدا منه واخد قرار انها مش عاوزها ترجع له تاني بترد عليها ديري بتقول لها سيبك من اي حاجة دلوقتي وخلينا نبصي بوقتنا وبتقترع عليها انها تروح معها للعراف وتخليها تنبأ لها بالله يحصل لها في حياتها لما بتروح للعراف مش بتلاقي ليه هناك وبيكون اللي قاعد هو تي بيقول لها تي انه هو كمان بيعرف في قراءة طالة ويعرف اللي يحصل لها بيمسك اي ديها وبيسألها عن تاريخ ميلاده وبعدها بيقول لها انها تخسر حاجة غالية عليها الفترة اللي جاية بترد ديري بانها كانت مرتبطة وخسرت حبيبها خلاص اما الفة بتقوله انها مش بتتعلق قوي بحاجة معينة وانه ما عندهاش حاجة تخسرها الحزرة تي من ان الناس ساعات ما بيقدروش الحاجة اللي في ايديهم غير بعد ما بتروح بقول لها انها كمان هتضيع منها حاجة غالية عليها قوي ومش هتكتشف غلوتها غير بعد ما تضيع منها ساعتها بتزعق له بتقول لي تينو نصاب وانه بيعمل كده علشان يلم فلوس من الناس على الفاضي لكن دي ما بيرضاش ياخد منها اي فلوس بعد ما عرضت ديري عليه انها تدي له مقابل اللي عمله بعدها بيفقد تي باصره بشكل كامل ومبقاش عادر يشوف اي حاجة بيجي له باي اللي بتكون ما بتشوفش من وهي صغيرة وبتحاول تساعده وبتقول له انها من زمان ما بتشوفش والموضوع مش جديد عليها بيبان انها مؤجبة بي وبيرد عليها تي بانه يقدر يتصرف لوحده وانه مش محتاج شفقة من حد بيقول لها تمشي من هنا وبتروح باي تقعد مع اونج اللي بيقول لها ما تزعلش من تي لو اتعصب عليك لسه مصاب بالعمى قريب وانه ده بيخليه عصب شوية لي من دول ومحتاج من انه انه نقف جنبه بتقول له باي انها كانت عاوزة تقف جنبه وهو اللي رفض بتسيبه وبتمشي في الوقت ده بيكون لها بيحضر مناسبة جماعية وبيلاقي حد لابس نفس لبس مراته هو بيقرب منها علشان يتأكد هي ولا لا وبتفاجئ بانها جارته هونج بتقول له هونج ان هي وهو كان اصحاب زمان الشعر بتاعه هو بيتدايق ليه وبيقول لها تبطل هي تعملي كده ويكون مستغرب من سلوك هونج معاه بيطلب منها تبطل تزعجه وتدايقه وبيسيبها وبيمشي لما بيجي الليل بتتأخر ايه على الوصول للبيت وبتزعلها مامتها بتقول لها ما يمكن بك خانك علشان انت مش مهتمة بيه بترد ايه على امها بسلوب مش كويس وبتدخل تنام لما بتصحى تاني يوم بتقوم تعتزل لمامتها بتقول لها انها تروح معاها بكرة مشوار وانها هتوصلها بالعربية بدل ما تسيبها تروح لهنات بالمواصلات بتوافق مامتها بتشكرها على مساعدتها لها فاللحظة دي بيكون تي يتأكد خلاص انه اصيب بالعمى وانه مش هيشوف تاني فبيلاحظ ليه ان تي قاعد في الممر الوحده واتها بيحرك ايده قدام عينيه علشان يعرف هو لسه بيشوف ولا لأ بيتأكد ان تي خلاص ما بياش قادر يشوف من تاني واتها بيقعد عايط علشان ما قدرش يغير القدر ولما بيسألو تي انت بتعايط ليه بيقول ليه انه بيعيط علشان بطن وجع يردتين انه عارف ان ليه واكيد زعلان علشان هو ما بقاش يشوف وبيقول ليه انه على أقل كان محظوظ بانه كان بيشوف لمدة عشرين سنة تاني يوم بتكون ايه لنايمة وبتتأخر على شغلها ولما بتلاحظ امها انها كل ده ما صحيتش بتحاول تصحيها لكنها ما بتعرفش وقتها بتخلي الكلب جيري مي يروحي صحيها ولما بتصحي بتقول ليه امها انها طلبت متسكلي يوصلها علشان ما تتأخرش بترده امها ان المتسكلي هيكون خطير لكنها بتقول ليه امها انها تتأخر ومضطرة تعمل كده بتأكد مامتها عليها انها تروح معاه تفسحه بالليل وانها مش هتسيبها تنزل لوحدها بتوافق ايه اللي وبتأكد على مامتها انها تيجي تاخدها وبتودع ايه المامتها وما بتكونش عارفة ان ده اخر مرة هتشوفها فيها في الوقت ده بيكون ليه حزينه مصدوم بسبب فقدان ابنه البصر وبتكلم مع اونجو باي وبقصيهم انهم يرقبوا تيه اغلب الوقت وده لانه لا قاعد حزين لوحده في الممر وبيقول لهم حاولوا تساعده من غير ما يحس لما بيدخل تيه الحمام بيدخل وراء اونجو وبيحاول يساعده من خلال انه يقرب الحاجات من ايه تيه طبعا تيه بيحس وبياخد باله وبيكون مددايق من ان اهله بيعملوه بحساسية بيقول لهم انه مش عاوس حد يكون مشفق عليه وانهم لازم يسيبوه يجرب ويقع اكتر ممرة لحد ما يتعود وده لان الوضع اللي هيكون فيه مش هيكون وضع مؤقت وانه هيضي باية حياته كده ساعتها مش هيقدر يعين حد يساعده طول حياته بيغلس اونجو على تيه بيوقعه على الارض علشان يحسسون انه محتاج لمساعدة فبيرد تيه بانه ممكن يحتاج مساعدة من حد لكن مش منهم كلهم وانها يسمح لباي بس بانها تساعده شوية وده لان حالتها زي حالته بتاخد باي بايده وبتمشيه بتكون مبسوطة بانها اخيرا هتقدر تكون معاه وتساعده كمان اونجو بيقوله لو احتاجت حاجة مني قادر يساعدك بيها مش هتأخر عليك في الوقت ده بتكون ايه المتأخرة على شغلها ولما بتوصل بتلاقي ان في حد غيرها بيقدم العرض فبتقول للناس اللي في الشركة انها هي اللي عامل العرض ده وممكن تقدمه بنفسها وتحتزن عن التأخير ساعتها مديرها في الشغل بيقولها ان العرض بتاعها تنفئر جدا ومش مواكب لطلبات الزباين وان العرض بتاع زميلتها احسن منها وبطلب منها تخرج برة وتسيبوهم يكملوا شغل وتطلع اله بتكون متعصبة جدا فاجئ ان بيك جاي لها الشغل بيكون جايب معاه بوكيه وردة علشان يصلاحها لكن اللي بتمسك بوكيه الوردة وبترميه على الارض وبتنادي على ديري علشان تروح معها مشوار وبتسيب بيكه وبتمشي في الوقت اللي بيكون في تي قاعد مع باي واللي بتقدم له وجبة اكل اشتريتها له مخصوص بيسألها تي ازاي قادرة تعيش بعد ما العالم اصبح بقى مظلم جدا لانه ما بقوش يشوفه بتقول له باي ان العالم بتاعها مش مظلم وانها بتقدر تتخيل اللي هي عايزها فاني دي الحاجة اللي بتسليها وتحسسها انها بتقدر تشوف بطريقتها الخاصة ساعتها بيحاول تي يطبق كلامها وبتخيل شكلها وهي قاعدة قدامه يقولها تي انه نجح اللي هي بتقوله وبتقول له باي انها معجبة بي وانه شخص وسيم بالنسبة ليها وانها مبسوطة انه قريب منها بيقولها تي انها تاكل معاه لكن باي بتقوله انها شارية الطبق ده له مخصوص وانه لازم يخلصه بعد كده بتروح ايه هي وديري علشان يعملوا مساج وبتكون ديري متضايقة من اللي ايه اللي عملته مع بيك بتقولها انها احرجته جامد وساعتها بتكون ايه اللي شايفة انها ما عملتش حاجة غلط وانها مش عاوزة ترجع لبيك تاني بيقولها بتتفاجئ بان بيك موجود في المكان اللي هي فيه وبيكرر لها تزوره من جديد وبيوعدها انه مش هيخونها تاني وبيديها الموبايل بتاعه بيعرفها الباسورد ولا انها تقدر تفتحه في اي وقت تحب وعلشان تتأكد بنفسها انه مش بيخونها لكن ايه بتفتكر انها نسيت ان عندها معادة علشان توصل امها بتسيب بيك و بترجع للبيب بسرعة وقتها بتتفاجئ ان امها مش في البيت وخرجت لوحدها وساعتها بيجي لها مكالمة بان امها انتقلت للمستشفى علشان عملت حادثة بتتخضي قيل جدا وبتجري على المستشفى علشان تلحق امامتها لكنها بتوصل بعد فوات الاوان وبتكتشف ان امها خلاص ماتت بتلوم ان نفسها و بتحس بالزنب لانها مرحتش مع امها المكان اللي كانت منتفقة معها انها توصلها لي وبتكون شايفة انها لو كانت راحت مع امامتها كان زمانها قدرت تحميها فتكر ان تي قال لها انها قريبة تخسر حاجة عزيزة عليها وانها مش هتحس بقيمتها غير لما تروح منها فبتحس الي انها متضايقة منتي وانه هو سبب مطممتها وبتقرر انها تروح له في الوقت ده بيكن تيلي استراجع مع بايو بيعدوا على لي وهم امروحين بيسألهم ليه انتو عملتوا ايه النهاردة وبيقولوا له ان اليوم مشي كويس قبل ما تدخل هونج وتسأل تي اذا كان بيشوف ولا لأ بتقول له انها حس اتجاهه بالشفقة علشان هو ما بقاش يشوف بيقول له هاتي اني مش عاوز حد يحس بالشفقة بيكون بتنرفس جدا وبيسيبه وبيمشي وبيحاوله هو ماشي في الطريق يتخيل الشارع شكله ازاي زي ما بايب بتعمل وهو ما بيوصل للبيت بيقول له هونج ان فيه ضيوف مستنيينه بتقابله ايه اول ما بتشوفه بتضربه بالقلم وبتقول له انت مش فاكرني ولا ايه انا البنت اللي انتقرت لها طالع مبارح وبعدت لها لعنة وبتعرفه انه امها ماتت بيقول له انه مش فاهم هي بتتكلم عن ايه بيعرفها انه هو كمان بعد ما عابلها مبارح فقط بصره بالكامل وما بقاش يشوف بتقول له بقى انت فاكرني هسعدعك بعد اللي حصل بتعرفه انه لما يقول له انه بقى اعمل دي مش حاجة هتخليها تشفق عليه شاعتها بيقول له انه مش عاوز حد يشفق عليه ومش محتاج منها حاجة انما هو بيعرفها الحقيقة بس مش اكتر بتختبره ايه لي وبترفع ايدها وبتسأله انا رفع كم صباع دلوقتي بيقول لها ولا صباع فبتسأله عرفت منين فبيقول لها انها اكيد مش في ميزاك كويس انها تلعب معها دلوقتي بتل ام ايلها لموت امها وبتقول له ان لو كان حذرها كان زمانها عملت اي حاجة تطول عمرها بيردتين ان مفيش حاجات كانت هتطول عمره ام ايل وان القدرك كده مكتوب مكتوب وانه مفيش حاجة هتغيره بيسألها لو كنت قلتلك ان امك هتموك كان زمانك عملت ايه يعني بتقول له ايل كان ممكن تعمل اعمال خيرية كتير او تعمل اي حاجة تخلي امها تعيش اكتر وساعتها بيقول لها تي ان مفيش حاجة بتغير المكتوب ولا بترجع اللي مات وان ما كانش في ايديها حاجة تعملها علشان تنقذ امها في الوقت ده بتتعصب ايل وبتسيب تي وبتمشي لما بيحاول تي يجري وراها ويلحاها بيخبط في طرابيزة محطوطة في الارض فتعرف ايل ان تي مش بيشوف فعلا ومش بيضحك عليها وساعتها بتعتزله وبتقول له انها ما كانتش عارفة انه اعمى وانها كانت فاكرا وبيضحك عليها بيتزلها تي كمان وبيقول لها وانا ااسف لموت امك وبيديها مناديل علشان تمسح دموعها لكن ايل بتخبط المناديل بيديها وبتوقعها على الارض وبتسيب تي وبتمشي في اللحظة اللي بيدخل فيها لي وبيلاقي تي ماسك دراعه علشان واجعه من الخبطة في الوقت دا بيكون امج بيحاول يلفط نظر باي له وبيوعد يرقص ويغني قدامها علشان تحبه فبتأسأله انت ايه النوع المفضل ليك في البنات بيفضل وصفها وقول لها انه نوعها واحسن نوع بس باي بتكسفه وبتخليه اسكت علشان ترد على مكالمة تي واللي بيتفق معها انهم يروحوا في مكان مع بعض ولما بيسألها هونج ايه المكان اللي هتروحه مع تي بتقول له باي ان دا سر بينها وبين تي وانها مش هتقوله وتسيبه وبتمشي في الوقت دا بتكون هونج وقفة في المحل بتاعها ومستغربة ان ليه وما فتحش النهاردة ساعتها بتشك ان ليوز علام منها للدرجة اللي تخليه في المحل علشان ما يشوفهاش ولما بيجي لها الزبون ويطلب منها تعمله اكل بتطفش وبتخليه يمشي بعدها اول ما بتشوف بنتها موي مع الدية بتقول لها وقف انتي في المحل وبتسيبها وتمشي بتروح تدور على ليو اللي بيكون في مكان ما بيحاول يعمل اعمال خيرية علشان تي يرجع له بصره تاني بتروح له هونج و بتقول له بطل تقلق على تي وان المفروض يعيش حياته اكتر من كده وتفكروا ان هو اللي قال لها انها ما ينفعش تقلق من كل حاجة والمفروض تعيش حياتها شوية بتعتزلوا على الكلام اللي قالته لتي وعن انها كانت دايما بتقلد لبسه بتقول له انا بقالي فترة بتصرف غلط ومعمل مشاكل وعلشان كده اخدت اجازة وقفلت المحل بتاعي واطلع رحلة قريب مع صحابي البنات بيقول لها ليو رجاء ما تقلقيش بتكون هونج فاكرة انه بيقول لها كده علشان بيحبها مش هيستحمل انها تبعد عنه لكن ليو بيفجئها مش عاوزها تقفل علشان يلاقي حد يتابع المحل بتاعه لما ما يكونش موجود ساعتها بتقول له هونج انت عمرك ما فكرت تيجي معايا بتفسع شوية بيسالها ممكن تفسع فين بتقول له ممكن نروح السري ما نتفرج على فيلم ساعتها بيقول لها ليو انه لو راح معها مش هيكون لوحده هياخدتي معاه بتقول له هونج ليه ناخدتي معانا لمكان زي ده وانهم لو راح لوحدهما ياخدوا خصم على التذاكر بيقول لها ليو انهم كبروا على الكلام ده وانها يروح للكشك علشان اكل عيش وما يتقطع شي بترد هونج عليه وبتقول له انها تيجي وراها بعد شوية بعد ما تامل حاجة الاول واول ما بيخرج ليه وبتوقف هونج وابتدأ ان ليه يبقى كويس وانها تقدر تساعد وتخليه احسن وانه يوافق يخرج معها ويتجاوزها في الوقت ده بيكون تي بيجهز علشان يحضر الجنازة بتاعت ام إيل وبتساعده في اللبس بايو بتقوله ان شكله حلو جدا بيرد عليتي وبيسألها انت شايفان ازاي وعرفت منين ان شكله حلو بتقوله بايو انها قالت له قبل كده انها بتشوف بطريقتها الخاصة وانها بتقدر تتخيل بتبدأ بايو تتغزل فيه وتقوله ان البادلة لايق عليه فبيقول لها تيه انت معجبة بيا بقى ولا ايه بترد عليه وبتقوله انه مش نوعه المفضل وبسألها تيه عن نوعه المفضل بتقوله انها مش بتحب شكله او نوعه معين وان كفاية عليها انها تكون بتحب الشخص اللي معاها بيسألها ازاي كفاية انك تحب الشخص وان المفروض الشخص اللي معاك يكون كمان بيحبك بيعرف تيه ان باي بتخاف تتساب لوحدها وبتبقى وحيدة علشان هي ما بتشوفش فبيطمنها بيقول لها بتخافيش انت عمرك ما هتبقى لوحدك وان محدش هستغنع عن وجودك في حياته ولو مجرد انك ما بتشوفه ايش بتشكره باي على كلامه ليها بتسأله ورايح ليه الجنازة بتاعت ماميتها بيقول لها تيه انه حاسس بالذنب ناحيتها خاصة ان هو اللي قالها ان امها هتموت قريب وبتقول له باي انها تروح معا وبيهزر معا تيه بقولها انت بقيت الحارسة الشخصية بتاعتي بقى ولا ايه في الوقت ده بيكون بالجيب اظهر من نوعه معين كانت امه ايه بتحبها ولما بتشوفها ايه بتزعله وبتقول له انت ايه اللي جايبه ده بيقول لها بيك ان الازهر دي امها كانت بتحبها فبتقول له انهم في الجنازة وانه ما ينفعش تجيب حاجة زي كده في الوقت ده ومن غير ما توصد ايه اللي بتخبط في بايو وهي دخل الجنازة فبتقعد بايو بتعتذر لها ايه اللي وبيقول لها تيه انهم جايين علشان يعزوها بترد ايه اللي بطريقة وحشة على تيه وبتقول له انه ما كانش المفروض يكلف نفسه ييجي بتحاول ديري انها تصلح الدنيا وبتاخد تيه وبايو بتاعادهم على كرسي وبتبيحاول يهدي ايه اللي لها ما تلو ميش نفسك على اي حاجة حصلت وانه ما ممتك لو كانت عايشة اكيد ما كانتش هتحب انها تشوفك حزينة كده بيمسك بيك ايدها وبيطبطب عليها ولما بتشوف ديري كده بتكون مبسوطة جدا بتسألها باي انت ليه مبسوطة فبترد ديري انها مبسوطة علشان بيك وإيه اللي كانوا سايبين بعض وانه من الواضح كده انهم هيرجاوا لبعض تاني وساعتها بيديه تيه وبعد حبيت واتي بيكون تيه عاوز يشوف إيه اللي علشان هتزلها تاني فابتاخدوا ديري وبتوصلوا لحد إيه وقتها بيتكلم إيه وتي بولاة تيه ان حياتها هتتحسن الفترة الجاية وانها هتبقى أحسن وكمان حظها في الحب هيكون حلو بترد ديري انها مش عاوزها تحب من تاني ولا عاوزها حاجة من الدنيا وانه امنيتها انها ترجع خمس سنين لورا اياما كانت بتقضي وقت طويل مع ممتها وانه وقتها كانوا بيتشاركوا وقتهم سوا وكانت مبسوطة جدا معاها بتبدأ إيه لنها تعيط فبيحضنها تيه في اللحظة دي بتكون باي بتسأل ديري عن تيه بتقول لهم وما بيعملوا ايه دلوقتي فبترد ديري بأنهم حضنين بعض ساعتها بتتدايق باي وبتقرر انها تطلع برا وتمشي ولما بلاحظ تيه بعد كده بيطلع وراها باي بتكون متدايقة جدا وبتسيبه وبتمشي وقال ما بتنزل من على السلم بتكون فيه عربية جاي بسرعة فبتوع باي على الارض لكن العربية مش بتخبطها بتزاعت ديري للسواه وبتقوله يبطأ شوية وبيرح تيه وبيحضن باي وبتطمن انها كويسة وبياخدها وبيركبه عربية مع بعض علشان يروحه وبتصل ليه بتيه علشان يطمن عليه بيقول له تيه ان كويسه بخير وجاي في السكة هو باي في الوقت دا بيكون ليه وبيحاول يرتب قوضة تيه علشان يبقى سهل عليه الوصول لأي حاجة هو عاوز يجيبها بعدها لما بيكون باي وتيه في العربية مع بعض بيسمعها تيه هي بطايط بيقول لها تيه انت بطايطي ليه بتتصرفي بالشكل الغريب دا ليه بتقول له باي مبروك وان ايه اللايقة عليه وشكلها حلو فعلا بسأله تيه عرفت منين اصلا ان شكلها حلو بتقول له باي انها سألت الناس اللي في الحفلة ولكلها لا ان شكلها حلو وان ايه اللي احلى منها بيقول لها تيه انت ليه اصلا بتقرن نفسك بيها بتقول له معاك حق انا منفعش اصلا اتقارم بيها بيقول له تي انا مش عارف ايه اللي بيحصل اصلا بتردوا باي و بتقول له ولا حاجة فبيقول لها انت بتعايت ليه بقى دلوقتي هي بتقول له ما تقلاش يا عمنا تمام وفي اللحظة دي بيسكت الاثنين وبتدخل السوا بيقول له من هما الاثنين لقينا على بعض وشكلهم حلو من الاحسن انهم يتصلحوا سوا يقول لتيني ما فيش بينهم حاجة اصلا ان نوصلهم موساكت ولما بيوصل تي و باي بتنزل باي من العربية وهي بتعايت وبتجري على قضيتها فبيقول تي له انج ان يطمن على باي ويبسيها ولما بيسأل اونج ايه اللي حصل تي ما بيقولوش وبيخلي السوا يوصلوا البيت ساعتها بيكون اونج مستغرب من اللي حصل بينهم وبيسأل نفسه يا طرق ايه اللي مضايقها او كده اول ما بيدخل اونج البيب بيلاقي ايه ابو باي بيسألوا ايه اللي مزعلها او كده بيقول له لو طلعت انت اللي مدايقها هاضربك فبيقول لأونج انه ما عملهاش حاجة وانها رجع معاياتها من معتي انه كان داخل وراها علشان يعرف ايه اللي مدايقها يقول له ابوها ان معاه خمس دايق بس علشان يعرف له ايه اللي حصل مع بنته بيدخل أونجو بيحاول يتكلم مع باي وبيعدي يغني لها علشان تضحك وتروه لكنها بتكون مش مهتمة به وبترضاش تتكلم معاه وبتقول له غني لنفسك وبتسيبه وبتمشي في الوقت ده بيكون تيه وصل البيت واول ما بيدخل بيت فاجئ انه اماكن كل حاجة متغيرة بيخبط في الترابيزة بيقول له ليه هو ايه اللي حط الترابيزة دي هنا بيقول له ليه انه غير اماكن الحاجة علشان تبقى اسهل بيرود تيه وهو متنرفز ويعرف ليه انه مش حاوس حد يغير مكان حاجة بيقول له ان زيء من كتر مهمة بيحاول يعملوا حاجات علشان يسهلوا الامور عليه لده بيحرجوه بيدخل تيه وبيفل الباب على نفسه وساعتها بيروح ليه وبيوقف قدام الباب بيحاول انه يخلي تيه يفتح له وبعد ما بيخبط ليه كتير بيفتح تيه وبيقول له انهم لازم ياخدوا الامور بهدوء اكتر شوية وانه مش عاوز اي حاجة من اللي حوالي تتغير فبيعتذر له ليه وبيقول له انه كان بيحاول يساعده بس مش اكتر وانه يرجع لقودة لترتيبها الطبيعي بكرة بيعرفه انه بكرة خارج في مشوار وبيقول له انه من الاحسن انه ما يخرجش وهو مش موجود بيسأله تيه ان ترايح فين بيقول له انه خارج مع هونج بيقول له تيه انه هونج ستة كويسة وانه يحاول يقرب منها اكتر واكتر بيسأله ليه لو كان معجب بيباي بيقول له تيه انه مش معجب بيها بس بيلاحظ ليه انه تيه معجب بإيه ليه وبيسأله عنها بيقول له تيه انه حتى ما شافهاش لحد دلوقتي وانه ما عرفش شكلها بيرد ليون على الأقل شام ريحتها بيقعد يوصف له ريحتها ايه بيبدأ تي تخيل شكلها عامل ازاي بعدها بيقول له ليون هسيبك علشان تنام تاني يوم بتكون هونج بتحضر نفسها علشان تقابل ليون تكون محتارة تلبس ايه بيجي لها البقية على في المحل وبيقولها ان شكلها حلوة جدا وبساعدها في اختيار لبس مناسب لها وللخروجة اللي تخرجها في الوقت الى بتكون ديري لسه صحيح من النوم وبتلاقي ان بيك بيتصل بيها بيقولها انه لسه نازل من المطار دلوقتي وبيسألها بتعمل ايه بيقوله انها كانت لسه بتفكر فيه وبتحاول تبقيله ان هي كمان معجبة بيه بيقولها بيك انه عاوز يقابلها تكون ديري لسه هتتبسط لانها بتفكر انه معجب بيها لكنه بيعرف انه هيقابلها علشان يسألها عن ايه اللي مختفي عبالها فترة بتقوله انه ايه الموقفة كل حاجة في حياتها من ساعة مموتها ماتت وانها تقوله معلومات عنها اكتر اول ما تشوفه لما بتشوفه بتكون ديري بتتصرب بغرابة شوية بيقولها بيك تصرفي بشكل طبيعي علشان ما تشكش ان فيه حاجة منها وبتبدأ ديري تبقيله انها معجبة بيه ولما بتخلص ديري قعدتها مع بيك وبتروح الشغل بتكون ايه بتخطط انها تسيب الشغل بتسلم الزرعة بتاعتها اللي عاملة اللي معاها بتقولها تعتني بيها بعد ما تمشي لكن قبل ما تمشي بيقابلها المدير بقول لها هو عارف ان اخر فترة لها في الشغل ما كانتش احسن حاجة وانها ما كانتش قادرة تنسجم مع طبيعة الشغل ومتأكد ان ده حصل بسبب ان كان بيتفرد عليها حاجات كتيرة وان دي مش طرية الشغل المناسبة لها وانها بتفضل تشتغل بحرية اكتر يوريها مشروع جديد هيشتغلوا فيه بقولها انه حس ان المشروع ده هيكون مناسب لها ولما بترائل بتتحمس من تاني للشغل بتكون عاوزة تكمل وبتتراجع عن استقالتها بتعرف دير انها رجعت في قرارها خلاصة تاخد النبتة من العاملة في الوقت ده بيكون ليو بيجهز علشان يقابل هونج ويطلب من تيني يصرح له شعره بالجل لكن تي بيقول له ان الجل ده قديم قوي وان عنده نوع كريم حلو ساعتها بيبدأ تيه يتيني بشعره ابوه بيصرحه له بيقول له تيه انه معاه فلوس لو محتاج فبيروح ليو علشان ياخد الفلوس من محفظة تيه بيلاي ورقة مكتوب فيها تاريخ ميلاد إيل بيقول له تيه انت عارف ان اتطلع بتاعها متعارض معك تماما بيقول له تيه انه عارف بيزعق له ليه وبيقول له ان البنت دي هتجيب لك الحظ الوحش وهتسبب لك التعاسى في حياتك وبطلب منه ان يبعد عنها تماما بعد اللي عرفه وبيسيبه وبيمشي بيروح ليه علشان يقابل هونج وهناك بيكون متفاجئ بالمكان اللي هيخرجه فيه وبشوف بنت بتعجبه جدا وبتصير انتباهه بتفاجئ لما بيعرف انها تبقى هونج بيقول له انها لبسة لبسي شبابي جدا وبترد عليه هونج وبتقول له انها لسه شباب وانه حتى البيع اللي كان واقف في المحل قال لها انه مش باين عليها السنة خالص بتعتذر له عرشان اتأخرت عليه بسبب انها تاهت في السكة على بال ما وصلت في الوقت ده بتصحى إيل من النوم وبتكون متأخرة على الشغل فبتلوم الكلب بتاعها انه مصحهاش وبتكون مستغربة ليه؟ امها مصحهاش ولما بتقوم بتفتكر ان امها خلاص مات تبتعط طعيط فانها بتحاول تدور الكلب على الاكل بتاعه علشان يأكل لكنها ما بتكونش عارفة مكان الاكل فيه وقت ما بتدور على الاكل بتاع الكلب بتلاحز ان امها كانت كاتبة في الكراسة بتاعتها انها عاوزة تعمل ليه البرفان كويس يعجبها فبتفتكر ايه لامها كانت كويسة قديه معاها وبترجع طعيط من تاني وبتيجي ديري وبتسأل ايه وبتقول لها انت بتعليل ايه؟ فبتقول لها ان امها وحشتها وانها مش لاقيا الاكل بتاع الكلب وبتروح ديري تجيب اكل للكلب بتسألها ايه لانت عرفت من ايه مكان الاكل وبترد ديري بانها كانت بتشوف مومتها لما كانت بتعوز تأكل الكلب كانت بتجيب الاكل من ايه؟ بتقول لها ايه لانها كانت ملهية عنها ماتعرفش حتى هي كانت بتحب ايه وبتكره ايه في الوقت دا بيكون تيت صالح هو وباي وبتبقى باي بتوريله ازاي يستعمل الممبايل وبتعلمه يستخدمه ازاي فبتعرف ان إيل بعت له طلب صداقة على الفيز فبتتدايق باي وبتقول لتي ان المفروض يحزف طلب الصداقة ما يقبلهوش لكن تي بيقول لها قوي تعملي كده فبتقول لها باي انه اعمى ما بيشوفش وان إيل اكيد مش هتحب حد اعمى فبيتعصب تي بيقول لها لو هتستمر في مضايقتي يخضي بعضك وروحي احسن فبتزعل باي وبتقول لها مش هتيجي تقعد معها تاني وبتكون شايفة انه مش محتاج لمساعدتها فبقول لها تي انه محتاج مساعدتها ومحتاجها دايما في حياته بس بيقبل طلب الصداقة فبالقتي ده بيكون ليه وقاعد مع هونج في السينما بيكون قاعد مكسوف منها ومن اللي بيعمله بيقول له هونج انه ما يتكسفش من حاجة بيحاول يبصب بوقته على قد ما يقدر بيقول لها انه الان على تي وان تي يتعرف على بنت يتطالع بتاعها يجيب له حظ سيء طول ما هي في حياته بس بيقطع كلامهم من الراجل اللي بيكون قاعد جنبهم وبيقول لهم من صوتهم عالي فبيقوم ليه وبتنرفز وبيضرب الراجل ده وبيطلع يجري هو هونج وما بتحكوا وبيروح يتغدوا مع بعض وبتأكلوا هونج من طبقها ولانا بدهوا الاكل بتاعه بتسأله ليه الاكل بتاعه حادق زيادة عن اللزوم بيقول لها انه هو مراته القديمة كانت بتحب الاكل الحادق وهي اللي عودته على كده بتقول له مفيش مشكلة طالما الاكل دائم يريحك بيحس لي انه هونج بتحاول ترضيه ويمسك ايدها وبيحس انه بلق يحبها فعلا في الوقت ده بيكون هونج راح لباي علشان يوسيها لانه حس انها زعلانة من حاجة بيقول له انه جاي يوعد معها ويسليها لكن ابو هونج بيطلب منه يروح يشوف شغله وبيقول له ايبا قاعد مع حبيبتك في وقت تاني بترضي باي انها مش حبيبته بتسأل اونج اذا كان يمانع انه يرتبط بواحدة ما بتشوفش يقول له انه مش شايف انه في مشكلة من كده وانه حتى ابوها بيحبها جدا بيقول له انها اشطر منه علشان دايما بتشتغل ومش بتضيع الوقت شبه ولما بيحاول اونج انه يقرب مومباي علشان يارترف لها بحبه بتقول مومبايه وبتسيبه وبتمشي بيقول اونج متضايق انه برضو مقدرش يقول له انه بيحبها بتروح باي تويت في مكان تاني بيسألها الباية عنتي بيقول له وما جايش معاك ليه المرة دي زي ما انتم متعودين بتقول له انه مفيش بينهم حاجة علشان يجي معاها كل مرة وانه مش هيجي معاها تاني اصلا بيقول له انه سمع انتي بقى اعمى وانه المفروض انها تقف جنبه فبتقول له انها بتحاول تقف جنبه لكن هو اللي رافض اما الفة بتكون قادة مع ديري اللي بتحاول تخليها تنسى موت امها بتقول لهها حاول تدقى حياة جديدة سعيدة وقبال فرصة الشغل اللي جايالك بتقول له ايه انها تقبلها لكنها محتاجة تعمل حاجة قبل ما تروح الشغل وانها لازم تكلم العراف تسأله عن رأيه في الوظيفة ساعتها بتتصل ديري بتي بتقول له انها عاوزة تقابله ضروري علشان تسأله على حاجة ساعتها بيقول له تي انه مش فاضي ومش هينزل النهاردة تطلب منه ديري انها تروح للبيت علشان بيك وقل هتخط بقريب وعاوزين يعرفه اذا كان الجوازته ما تنفع ولا لأ فبيوافق تي بتروح الو ديري لبيت تي واناك بيقول لهم تي ان الجوازة هتنفع وان بيك ويل متوافقين جدا مع بعض وانتهى بتتدايق الو بتتعصر وتمشي من عند تي وبيشوفهم ليه وهم منازلين من عند تي بيزعق لهم وبطلب منهم ما يجوش عنده تاني على شام ما يجوش حظ ويحش في حياتهم تاني يوم بيكون بيك في الجيم بيتمرن وبيقول لي صاحبه امتى هيبقى جسمي كبير وضخم كده وبتيجي بنات من الجيم وبيقولوله انهم معجبين بيه لكن بيك بيقولوله منه مرتبط في الوقت دا بيكون بيك بعد بوكي وارد اليل ومع ذلك ال بتكون لسه متدايق منه بترجعه له لما بيسأله صاحبه انت ليه عاوز ال على الرغم من كونك شاب غني وفيه بناك كتيرة ممكن تحلم بيك بيقوله بيك ان ال بتجذب انتباهه دايما لانها بنت زكية وانه كل ما البنت كانت اصعب كل ما كانت احلى في الوقت دا بيكون ليهو بيحضر الاكل اللي تي ليهو ياكل معاه لكن تيه ما بيردش عليه وبيسيبه وبيمشي بيتعصب ليهو بيقول لي تيه اني بقاله كتير بيحضر الاكل وانه مش معقول بعد كل دا مش هيجي ياكل معاه ساعتها تيه بيقوله انه بتدايق منه وسبب اللي عمله مع البنات بيقوله ليهو اني اتطالع بتاع ايل سايب ويجيب له حظه وحش جدا وانه مش عاوز يخسره بنفس الطريقة اللي خسر امه بها تيه بيقول ليهو اني دي حاجة مش بييده انه ما يقدرش يوعده كده وبينسحبو انه يبطل يخد له قرارات او يدخل في حياتي بيندلتيل الشارع لأول مرة من غير باي وفي الوقت دا بتكون ايل مع ديري بيلعبه رياضة وباتصل بيها بيكو بيقوله انه جاي يزورها وقول ما بيروح لها بيديله دبلة الجواز لكن ايل بتقوله انها رفضها ومش حباها وانها لسه مش جاهزة للخطوة دي وساعتها بتدايق بيكو بيكونها يمشي لكن ايل بتنادي عليه وبتقوله كمان انها مش هتقدر تقبل هدية بتاعته وانه اكيد فيه بنت تانية تستهيلها في الوقت دا بيكون تيه في الشارع مستني الباص وبيقول لحد واقف في الشارع انه يعرفه لما الباص في جيه لكن الشخص ده بتجيله مكالمة طريعة وبيسيبتيه وبيمشي ساعتها تيه بيتلغبط والناس بتخبط فيه وبيقع من ايده التليفون بحاول انه يدور عليه وبتفاجئ ان التليفون بيرن فبيقدر يوصله بلاي ان ايل هي اللي بتكلمه بتقوله انها حابة تشوفه وساعتها بتقابله ايل وبتعزبه على الغداء ولما بيتكلمه مع بعض بتقوله ايل انها داخلها حاملة اعلانية جديدة انها تحتاج موديل للتصوير بتطلب منتي ان يكون الموديل ساعتها بيقول لها تيه انه هيفكر في الموضوع وهيرد عليها بسألها عن علاقتها ببكو بتقوله انهم سابوا بعض وبطلوا يتقابلوا بيقول لها تيه ليه سبتوا بعض مع ان اطلع بتاعكم كان بيقولوا انكم مناسبين جدا. بتغير الموضوع بتقوله انها مش جاي هنا علشان الموضوع ده. بتقوله يلا بينا نتمشى شوية. وبعد ما بتتمشى اللي مع تي. وبيكونوا مستنيين عربية توصلهم. بتوعها اللي وكعب رجليها بيتلوي. فبيخدها تي لباي علشان تعليجها. ساعتها باي بتعلجها بطريقة مؤلمة. لكنها بتخلصها بعد الاكل من كل الالم. بتشكرها اللي انها علجتها وبطلعوا برا. بتعصب باي علشان شافت تي جاي مع ال. وبتكلم انجو بتقوله يشوف لها حد يخرج معها علشان تتمنظر بيه قدام تي. ولما بترجع للبيب بتلاقي ان ليو بيقول لها انه طول عمره كان نفسه انها هتبقى مرات ابنه. لكن بعد ما تي يصيب بالعمل موضوع بقى صعب تنفيزه. ساعتها بتتدايق باي وبتقول لليو انها شالت الموضوع ده من دماغها وانها بتحب واحد تاني. وهو لما بتطلع باي بيبان ان ليو لسه متأصل بفقدانه لمراته هو. ويوفي يكلمها ويقول لها انها وحشته وانه بقى خايف على تي. في الوقت ده بيكون تي لسه مع ال. وبيبقوا على وشك انهم يركبوا. لكن بتفاجئ ال ان بيك جي وبيقول لها تركب معاه. لكن تي بيقول ان ال مش بتحبه ومش عاوزها يظهر تاني في حياتها. بيقول له بيك انه مش هيقدر يحمي ال وبيعاير بكونه ما بيشوفش. ساعتها بتعصب تي بيقول لي بيك ان ال عارفة انه ما بيشوفش مع ذلك مواجبة بيه وبيتحبه. وانها تروح معاه. فبيسألها بيك وانت هتركبه مع مين? بتقول له ايه لي انها هتركب مع تي. ساعتها بيتنرفز بيك وبيكون عاوز يخلي ايه تركب معاه بالعافية. لكن تي بيتدخل وبيضرب بيك وبيقول له ما يعترجش طريق ايه تاني. وانتها بتقوم خناها كبيرة بين الاتنين وبيضربه بعض. وبيعا تي. وبيخبط في عربية معدية. وبعدها بيتخب تي في الرصيف وبيعا على دماغه. بيكون ليه معادي هو وهونج وبيقول ليه انها الان على تي. وبتقول له هونج ان هي كمان الان على تي. ده لانه هو قبل ما تموت كانت موصيها عليه. وفجأة بيلاقوا في زحمة في الشارع وبيكونوا مش عارفين ايه اللي حاصل. ساعتها بيروحوا للمكان اللي في الزحمة وبيكتشفوا ان تي عمل حدثة. بيقرروا نوم ينقلولي المستشفى في اسرع وقت علشان يتطامنوا عليه. وبيفتكر ليه وخسرته لزوجته. لما رجع لقاها وقع على الارض وتي بيحاول صحيها. في الوقت بتكون ديري بتشتريه حاجات من المول وبتحاول تتعرف على شاب جديد. بتقول ان هو اسيم وشكله حلو جدا. وبتسأله عن برجو. قبل ما بتلاقي ان ايل بتتصل بيها وبتطلب منها تيجي بسرعة. بتقول لها ان بيكو تيت عاركو وان تي ويع على الارض وانتقل للمستشفى. ساعتها بتكون ديري متضايقة علشان ايل قطعت عليها لحظة ساعدتها. لكن بيتروح بسرعة علشان تقف جنب صاحبتها. واول ما بتوصل بتلاقي ان ايل قعدة متوترة وبتحكيلها اللي حصل. بتلاقي انها كمان نفس التأكل جيرمي. والدنيا كلها فوق دماغها دلوقتي. وفي اللحظة دي بيكون تي ابتدأي فوق. وبيكون لي وهونج قاعدين معاه علشان يطمينه عليه. بيقولهم الدكتور ان تي هيكون كويس لكنه محتاج يعمل شوية أشعة علشان يتأكده من حالته الصحية. فبيطلع لي وهونج. وبيلاقي ايل برة. والعمع بتسأله ايل عن تي بيقول لها ليو. ملكيش دعوة بابن تاني ومش عايز اشوف وشك هنا. فجاء بيظهر بك اللي بيقول لي ليو انه هو السبب اللي حصل لتي. وانه اسف جدا علشان يتمادع معاه للدرجة دي. وانه يتكفل بكل المصاريف بتاع تي. ليو بيتعصب اكتر وبيقول لبك انت مين انت كمان. بيقول انه يقدر يتكفل بمصاريف ابنه كلها ومش يحتاج حد يساعده. وفي اللحظة دي بييجي الدكتور وبيطلب انه ارايب تي يدخلوا علشان يقول لهم عن الحالة بشكل تفصيلي. الدكتور بيطمنهم على حالة تي وبيقول لهم ان الوعا ما اصريتش عليه تماما. في الوقت ده بيقول لهم تي كفاية وعاد في المستشفى بقى ويلا بينا نروح على البيت. بس بيتدخل من جديد وبيقول لهم انه يخلي الدكتور يعمل له فحص دقيق تاني. وبيقول له الدكتور من عيلة كبيرة وبيطلب منه يفحص تي. بتتدايق له بتقول له ما ينفعش كل مرة يستعرض نفسه قدام الناس بالشكل ده. وبيقرر ليه انه ياخد تي بعيد عن الدوشة دي كلها ويروحها على البيت. بتقول هونج الايلي انها ما تتعبهمش ولا تيجي وراهم دلوقتي لان ليه غضبان. وببص اللي بيكو بتقول له كويس ان كل ده حصل. لاني كنت مترددة نسيب بعض ولا لا. ودلوقتي بقيت متأكدة انينا لازم نسيب بعض. في الوقت ده بتكون باي رايحة علشان تقابل الشخص اللي يانج وعادها انها تقابله. بيطلع ان يانج بيخدعها ومش جايب لها حد تقابله ولا حاجة. وانه ماسك جهاز في ايده. بيغير الاصوات بيعمل نفسه شخص تاني. ولما بتدخل باي علشان تتكلم معاه. بيطلع بتيانج. وبيغلط غلطة بتكشفه. ساعتها بتعرف باي ان يانج بيضحك عليها. هو بتتعصب عليه جدا وبتمشي. بيقول لها يانج انه ما كانش يقصد يدعيها وانه عمل كده مخصوص علشان ما يزعلهاش. لكن باي بتعرف ان تي تعبان وساعتها بتروح للبيت. بتبقى جايبة معها اكل وعصير كتير. بتسلم على ليو بتسأله عن تي. وبيقول لها ليو ان تي نايم في القوضة دلوقتي. بتقول له انها تحضر الاكل عبال مايفوق. وبيبدأ ليو يبص على باي وهي بتعمل الاكل. وبيكون مبسوط من كونها بتعرف تعمل كل حاجة على الرغم من انها ما بتشوفش. وبتحس باي ان ليو باصص عليها. وبتسأله وباصص لي ليه. بيقول لها عرفتي منين. اني باصص لك. بتقول له علشان صوت الالم اللي بتكتب به دي. بيكمل ليه وكتابه وبيتبعه وبتقدم له طبق من الاكل علشان ياكله وكمان. بعدها بتقول له انها تدخل تصحيتي علشان ياكل. لما بتدخل باي على تي وبتلاقيه نايمة بتكونش عاوزة تصحيه. بتقول له انها مش عاوزة يتعارك مع حد. بتسرح له شعره. بتكون زعلانة انه ما بيحبهاش. وبتقول له لانه حتى لو ما بيحبهاش فهي تفضل تحبه للأبد. بتطلب منه ان على اقل يسمع لها تكون جنبه. في الوقت ده بيكون ليه واقف وسامع كل حاجة. او بيتمنى ان تي يوافق على باي. خاصة انها بتحبه قوي وقدر تأتيني بيه. وبيفوق تي من ان يوم بيلاقي باي قدامه وبتقول له انها حضرت له اكل حلو قوي. وبتخليه يقوم علشان ياكل معهم. في الوقت ده بيكون بيك بيتمرن في الجيم ومش قادر يركز. بيجي له صاحبه بيقول له انت مش مركز ليه النهاردة؟ بيرد بيك بيقوله ان تخاني انبارح مع واحد اعمى. ولما بيسأله صاحبه انت تخانيتي ليه؟ بيقوله انه شايف ان ايهل بتحب الشخص الاعمى ده وده اللي خلاه متعصب وعاوز يتخاني معه. في الوقت ده بتكون باي بتعتني بيتي ولما بتارد عليه انها تأكله بيرفض في البداية بياخد الاكل وبيبدأ ياكله وبيلسع نفسه. وساعتها باي بتاكل بنفسها بيسيبهم ليه علشان يعودوا مع بعض شوية. ولما بيقوم بيتفاجئ باي ان ايهل جاية تزور تيه؟ ساعتها بتتدايق باي لان ايهل هتاخد تيه منها. وبتزقه ايه وبتسيبه ما بتمشيه. لما بيسمع ليه ده وشو حصله ببيته بيطلع يشوف في ايه؟ لما بيعرف ان ايهل جاية تزوره تاني بيتعصب جدا وبيجتمع ولما تجيش تزور ايهل تاني بيزقه ايهل فبتوع على الارض. ولما بيحاول تيه يهدي ابوه شوية ليه وبيكون مصمم على موقفه بيكون شايف ان حاجة زي دي ما يتسكتش عليها. فبيتدايق تيه. فبيتدايق تيه وبياخد اله وبيمشي بيقول لابو اني مش راجع البيت تاني. في الوقت ده بيكون ليه متعصب وحزين جدا. فبيروح يقعد مع هونج شوية. بيقول لها انه خايف على تيه من البنت دي. فبتقول له اني بلايت الحب عن بيها. بيقول لها انه ملاحقوش يحبوا بعض. لكن هونج بتقول له انها حبيته من اول نظرة. في الوقت ده بيعترف لها ليه وخايف من علاقة تيه مع ايه. بيقول لها ان اطلع بتاعه هو وهو كان مختلف. وكان بيقولوا انهم هيجلبوا حظ وحش لبعض. لكنه عاند وصمم يتجاوزها وخب الموضوع عليهم. وانه لو كان لها كان ممكن تكون عايشة بينهم دلوقتي وما تموتش. وفي الوقت ده بيكون تيه قاعد مع ايه وبتعتذر له ايه علشان سببت له مشاكل مع ابوه. بيقول لها تيه انه هو اللي عاوز يعتذر له علشان معاملة ليه ومعها. ما كانتش احسن حاجة. ساعتها بتقول له ايه. ممكن تروح فين دلوقتي. بيقول لها مش المفروض ان عندك شغل. بتقول له ايه انها اعتبر في الشغل دلوقتي. بيسألها ازاي? بتقول له انها كانت جاية تتكلم معاه بخصوص جلسة التصوير اللي كانت محتاجة فيها. في الحملة بتاعتها. بيقول لها تيه ان ديه حاجة وحشة محبطة. بيقول له ايه اللي محبط? هل من المحبط لك انه كن بعمل حملة بتساعد الناس اللي ما بتشوفش? بيقول لها ان المحبط انها تكون جاية تقابله علشان الشغل. كما فكرها جاية علشان تشوفه. بيقول لها بس ده سبب سنوي. لكونك هنا. والسبب الرئيس هو انك جاية علشان الشغل. بتقول له لأ انا كنت جاية في الاساس علشان اشوفك فعلا. بتشغل ايه الاغاني يسمعوها? بتصادف إن الأغاني اللي بيسمعوها بتطلع أغاني حزينة ساعتها بيقولها تين ممكن يغني لها وبيبدأ تين يغني مع إل بتقوله نصوته حلوة جدا وبيقض وقت كويس مع بعض في اللحظة دي بتكون باي في مركز التدليج بتاعها وبتيجي السكرتيرا بتاعتها بتقولها إن فيه شخص عاوز يقبلها ساعتها بتسألها عن اسم الشخص ده فبترفض السكرتيرا إنها تقولها وبتترجاها بتطلع علشان هي خدت منه فلوس لما بتطلع باي بتلاقي إن الشخص ده يبقى يانج بولي يكون جاي لابس بدلة ومعها بوكي وارد بيتزلها عن اللي حصل وبيقولها إنه بيحبها بس كان خايف يقولها بترفضه ساعتها بتقوله باي لأ وإنها مش موافقة عليه بتدخل تكمل شغلها فبتسألها ستة أخرتي ليه علي فبتقولها إنها كانت بتقابل شخص ما فبتقولها هل هو حبيبك بتقولها البنت إن الشخص ده بيحبها لكنها مش موافقة عليه بتسألها ستة هل أنت بيجيلك ناس كتيرة بيكونوا معجبين بيكي بترد باي إنه مش ده السبب إنما هي معجبة بحد تاني بيكون للستة العجوزة رأيه مختلفة عن باي وبتقولها لو لقيت أحد بيحبك الجوزي لأنه من النادر إن الشخص يلاقي أحد بيحبه في الزمن ده في الوقت ده بتروح ديري تقابل بيك ولما بتقابل السكرتيرا بتاعته بيقولها إن بيك بتطلع له بناك كتير دايما ولما بتوصل ديري بيبان إنها معجبة ببيك جدا وبتتخيل نفسه هي معا لما بيشوفها بيك بيلاين والشام يحمر بيسألها مالك بتقوله إن الجو حر بس مش أكتر علشان كده هي محمر فبيتكلمها عن إيل وعن كونه عاوز يرجع لها وبتقوله بيك إن عندها خطة ممكن تخلي بيك ترجع له بيقول لها خطة إيه بقى أنا بنافس واحد أعمى فبتنصحه ديري إنه يبطل ينط الإيل في كل مكان وبتقوله إنها عاوزها يسيب إيل هي اللي تدور عليه بعد كده بيوريها بيك منظر المباني الضخمة وممتلكاته بقول لها إن كل ده مالوش لازمة لو معهوش حد بيحبه وبيشاركه نجاحاته في الوقت ده بيوصل تيه وإيه للبيت بتاعه وهنا بتدخل بيجي جريم الكلب ويوسخ هدوم تيه فبتعتزله تيه وبتروح تجيب حاجة تمسح له هدومه بيها في الوقت ده با بيقعد تيه وبيفتح المكتب بتاع إيل وبشمه منه ريحة حلوة جدا فبتقول له إلي إن دي الظهور بتاعت مامتها وإن أمها كانت بتصنع عطور بيسألها ليه بيشم ريحة الورد دي دايما من إيل نفسها بيقول له إن أمها كانت دايما بتحط لها من البرفنات اللي بتعملها وإنها فشل بتحضر برفنات وبتتمنى لو يرجع الزمن علشان تقضي وقت أكتر مع أمها وإنها نتمنى نها ما عادتش مع مامتها كتير وإنها ما تعرفش عنها حاجة وإن أمها كانت بتصنع برفنات منتشر حوالين الحلم كله فبتأخذه وبيعود على البحر وتبدأ توصف لشكل الغروب عامل إزاي وبيحضنوا بعضهم معادين على البحر وبيكون الجو بينهم عاطفي جدا بعدها بيجي مع الجلسة التصوير وبيكون تي مش مستريح للمكان اللي دخله وتقولهم البنت اللي بتشوفهم إنهم لايقين مع بعض وأكيد مرتبطين بتنكر إلي إنها مرتبطة بتي على شام مكسوفة لكن تي بيقول لها إنه بيحبها وترد البنت بإن دايما الأشخاص المختلفين بيكملوا بعض وبرتبطوا بعض بتتحرج إلي أكتر بتفضل بصة ليتي وبيحستين إلي إلي بصة له بيقول لها بطلية وبصيلي فبتقوله إلي إنها مشة لكنها بتضحك عليه وبتفضل وقفة جنبه وبتبصله فبيعرفتين إنها لسه بصة وبيقول لها إنه عارف إنها لسه وقفة وساعتها بتمشي إلي فعلا وبيعترفتي وبتعرفتي على العرضة اللي تصور الجلسة معاقل اسمها بايك ليه بتكون مدية إنها تصور مع حد أعمى وبتيجي ديري بتقول لي إلي إنها لقت أول رعي من الرعاية اللي ممكن يموله المشروع بتاعها بتبصت إلي جدا وقال ما بيبدأ التصوير بيلاقي المصور إن الصور مش حلوة بتروح إلي وبتقول لي تيه يتصور إزاي متى بيتصور تيه وضعياتك وإيه سابتاج بالمصور لأنه بيكون شايف إن بايك محتاجة تعد الحاجات في وقفتها ولما بيقولها كده بتتعصب بايك وبترفض إنها هتكمل جلسة التصوير بتسيب الجلسة وبتمشي وساعتها بيحس تيه بالإحراج بيكون مش عاوز يكمل جلسة التصوير وبيقول لي إلي إنه مش حابب اللي بيحصل وبتكون جلسة التصوير هبوز لكن ديري بتقول لها إنه ما ينفعش حاجة زي دي تحصل خاصة أن الرعي زمانه على وصول دلوقتي ولازم يشوفهم هم مشاغالين بيقترح المصورات من إلي هي اللي تتصور معتي بيقول لها تي إنه هيوافق لو هي لا تتصور معه ساعتها بيبدأوا يتصوروا بتكون الصور طبيعية جدا بالنسبة للمصوراتي لكن بتتفاجئ إلي إن بيك بييجي وبتقول لها ديري إن بيك هو الراعي اللي كانت بتتكلم عليه وساعتها بتتدايق إليه بتقول لها إن لو بيك هو الراعي فهي تستقيل من المشروع كله أما بيك بيقول لهم إنه مش عارف المشكلة فين لما يكون حابب ساعة زاوي الاحتياجات الخاصة فبيقول لي تي إنه مش بيقبل مساعدة من حد إلا لو طلع من قلبه وبيحبه فعلا بيبدأ الاتنين يدخلوا في مشجرة لكن إلي بتاخدتي وبتخرجوا برأ المكان علشان يستريح شوية في الوقت ده بتوصل طلبية كبيرة لهونج وبيكون عليها إنها تخلص عدد كبير من السندوشات في وقت قصية بتتوتر هونج وبتحس إنها مش هتلحق تخلص وده بيخليها تشتغل بعشوية كبيرة لكن ليه بيروح لها وبيسألها مالك فبتقوله إن في زبونة طلبت منها طلبية عملاقة وإنها تيجي تأخذ الطلبية بعد وقت قليل وإنها خايفة ما تلحاش تخلص بيتدخل ليه وبيوزع المهام عليهم وبيواف يسعدها علشان تخلص بتقدر هونج إنها تخلص الطلبية اللي معاها وإنها تنور رضى الزبونة بتشكر ليه على مساعدته لها وبتقوله إنها من غيره ما كانتش هتقدر تخلص الكمية دي الوحدها وتتفاجئ هونج إن الزبونة طلبت منها كمية جديدة لكن المرة دي بتديها وقت مناسب تخلص فيه وبتقول ليه إنه ما يخرجوا يقضوا وقت سواء النهار ده بالليل إنها تقدر ترتبط زي ما هي عاوزة لأنه ارتبط هو كمان وبقول لها إنه ارتبط بديري صاحبتها وساعتها بتتعصب إيل ولما بيشوفها تي متعصبة بيقول لها طالما أنت مدية كده تبقى أكيد لسه بتحبيه بتقول له إيل إنه أكيد الموضوع مش كده وإنها مش عارفة هيتعصبت ليه بيطلع إن ديري وبك عاملين مسرحية عليها وإنهم ما ارتبطوش ولا حاجة وإن كل ده تمثيل علشان إيل تغير على بيك وتوافق ترجع له ساعتها بيقول لها بيك تفتكري هتننجح وديري بتقول له إنه حظوظهم متسوية وإن لو ما نجحش ممكن يعتبر ديري حبيبته فعلا مش تمثيله بس وبتطب ديري منه إنهم يروحوا للشركة وإنها تتصور معاه بتنزل الصورة على انستجرام لكن بعد ما بيتصوره وبيحس بك إنه مش محتاج يعمل كل ده علشان يخلي إيل تعجب به وبيرفض إن ديري تنزل الصورة بيقول لها إنها لو عاوزة تبعد فعلا فالأحسن إنه يسيبها تبعد في الوقت ده بتتكلم ديري مع ليو ولي بيقول لها إنه احتمال يسيب المدينة اللي هم فيها ويمشي ساعتها بتقوله ديري ليو وبتسأله عن السبب اللي هيمشي علشانه بيقول لها إنه عنده صديق قديم دعاه علشان يدير له المدجر بتاعه وإنه هيكون من الأحسن إنه ينتقل لمدينة تانية وده علشان يبعد تيه عن إيل تماما ساعتها بتكون ديري زعلانة فضت تنتقلي معاه هيروح لوحده ساعتها بتتدايق ديري وبتقول له سيبني أفكر لما بتنزل ديري مع ليو بتلاقي تيه على السلم بيقول لها تيه إنه عاوز تكلم مع أبوه بس مش واثق لو أبوها يوافق تكلم معاه ولا لأ بتقول لها اطلع وما تقلقش من حاجة ولما بيدخل تيه بيلاي إن ليو مش عاوز يكلمه ويدخل قطه بيقفل على نفسه في الوقت ده بتكون باي قاعدة هي ووانج بيغنوا مع بعض وبيقضوا وقتهم سواء بيجي مقطع في الأغنية بيقول بيجي مقطع في الأغنية بيقول المغني لحبيبته إنه بيحبها هابتسكو باي وما بترضاش تغني فيه وبيتدايق قونج وبيه في الأغنية بيقول له باي انت عفلت الأغنية ليه بيقول لها إنه حس إنها مش حفظة كلمات الأغنية ولا متحبها لكن باي بتقول له شغالها تاني وهغني معاك في الوقت ده بيكنت مع إله بيستعدوا علشان يشاركوا في الحدث اللي كانوا بيجاهزوا له بيكون الحدث عبارة عن مرسون جارية بين الناس اللي ما بتشوفش بمشاركة الشخص المفضل لهم واتا بيجي حد بيكون بيصور الحدث وبيعمل لقاء مع تي وإيل وبسألهم الدنيا مشت إزاي ما بينهم وحال بيكنوا مشاعر لبعض ولا لأ بيقول تي إنه بيكن مشاعر لإيل وإيل بتقول لأ بسأتا بتقول لإيل إن كلامهم ده يتزع في كل حتة وبيرد تي إنه يكون مبسوط لو كل الناس عرفوا إنه بيحبها عادي في اللحظة دي بيكون ليه وقاعد مع هونج فجأة بيتيجي جارتهم بتشوفوا الفيديو اللي كان بيتصوروا بتقول ليه إن تي طالع في فيديو وشكله حلو جدا واتا بيتعصب ليه لما بيلاي إن تي قاعد مع إيل من تاني بيقول له هونج تعالي نروح لهم ولما بيوصل ليه وبيكون المرسون خلص بيكسب فيه تي وإيل ساعتها بيكون ليه وعاوز يتدخل ويفض اللي بيحصل لكن هونج بتحديه وبيتخليه يستنى لحد ما الحدث يخلص في الوقت ده بيكون تي بيتصور هو وإيل وفجأة بيحس تي بألم شديد في دماغه ومش بيتحمل وبيوع على الأرض وقتها بيدخل ليه وبيقول للناس توسع بياخد تي وبينقلل للمستشفى لما بيوصلتي للمستشفى الدكتور بيقول لهم إن تي هيقعد معهم كم يوم في الهناء المركزة بيكون ليه وقلقان جدا على ابنه وخايف تحصل له حاجة ولما بيشوف إيل قدامه وبيفرغ فيها طقته بيزعق لها وبيقول لها إيه اللي جابك هنا برغم اللي حاصل ساعتها بييجي بيكو بيقول لهم إنه هيتكفل بكل المصاريف اللي تي هيحتاجها بيعرف إيل إن الدكتور حاسس إن تي عنده ورم في دماغه في الوقت ده بيسمحوا ليه إنه يقعد معتي في المستشفى وتخرج هونجو بتسألها إيل أنا عملت إيه علشان ليه يكرهني بالشكل ده ساعتها هونجو بتقول لها أنت مغلطيش في حاجة لكن ليه بيخاف على تيه جدا وفي الوقت ده بيجي بيكو بيعرض على إيل واجبة علشان تكلها إيل بترفض وبتأخدها هونجو بتأكلها لوحدها في الوقت ده بيوصل خبر لبونج إن تيه تعبان فبيتصل بباي وبيقول لها بيعد علاقة في مكان شغلها وبيطلب منها تروح معه ساعتها بتتخض باي عليه وبتروح بسرعة مع بونج علشان يشوفه تيه في الطريق بيلاحز بونج إن الشارع مقبلول بيحس إن باي مش هتعرف تمشي لوحدها فبيقرر إن يشيلها لحد ما وصلوا للطريق ولما بيركبوا عربية علشان يوصلوا بسرعة بتتصل بيهم هونجو بتقول لهم إنهم منعين الزيارات مؤقتة وتطلب إنهم يستنوا في البيت وعبال ما ييجوا وبعدها بتحصل لتي تشنجات بيطلب لي إن الدكاترة تيجي في أسرع وات ساعتها بيقولوا الدكتور إن تيه عنده ورن في المخ وإنهم عاوزين يعملوا لعملية ومن خلالها ممكن يرجع لتي بصره تاني لكن فيه نسبة خطر من العملية دي على تي واللي ممكن تسبب موته يعرفوا الدكتور إنه ما ينفعش ما يعملش العملية دي وإنه لازم يقرر في أسرع وات ساعتها بيطلع ليه وهو منفعل جدا على إيل وبقول لها إنه كل اللي حصل ده بسببها وبسبب وجودها في حياته وبتنهر إيل وبتوع على الأرض بيحاول بك إنه يهديها أما هونج فبتروح مع ليه المكان وبتقوله إن المكان ده مقفول وأكيد مش هيفتع لكنه بيتفاجئ إن صاحبة المكان بتفتح له وبتقوله أنا عارفة إنك طالما جيتي بأكيد في حاجة ضرورية حصلة معاك ساعتها بيطلب ليه إنه يعرف في قرر يعمل العملية لتي ولا لأ بيحس إن القرر صعب جدا عليه وبيكون خايف إنه يخسر إيدنه زي ما خسر مراته في الوقت ده بيحاول بك إنه يطمن على إيله بيخد على البيت وبينيمها ويتكلم مع الكلب بتاعها وبيقوله خلي بالك عليها أما باي بتكون قاعدة مع هونج واللي بيزعل جدا لإن باي كل كلامها بيكون عنتي وبس تانيهم بيقف ليه قدام صورة مراته بيكلمها وبيقول لها لو كنت موجودة معايا دلوقتي كان زماني قادر أخد قرار وإنه مش قادر ياخد قرار لوحده وتعب هونج معه في كل حد وبفتكر أيام ما كانت لسه مراته حامل وإنه قالها إنه حظه وحش ولما طلبت منه مراته إنه يقولها على حظها هي كمان مرضاش يقول لها وإنه كان بيحاول يغير الموضوع دايما ويقول لها إن الناس بتدفع الفلوس علشان يعرفوا حظهم وإنها لو دفعت الفلوس بس سيقرأ لها حظها يكون متأثر جدا وبيعيط لأنه بيحس بالزنب وإنه قلب لها الحظ الوحش وبتيجي هونج لما بتحس إن ليه وتعبان وبيعتزر لها ليه وعند اللي حصل إن بارح لكنها بتقوله إنها مزعلانة لإنها عارفة أن ييته إيه بيطلب منها ليه إنها تروح علشان ترتاح لكن هونج بتقرر إنها تفضل قاعدة مع اليوم ده تاني يوم باب يرين جرس الباب وبلاقي إن باي وبونج جايين علشان يزوروا تيه بتحس باي إنه هونج جاي وبتقول ليه وخليها تطلع ما تستخباش عادي وإنهم هيستهنوا تحت في الوقت ده بيتصل تيه بإيه وبيقولها تيجي علشان تاخده من المستشفى ولما بتوصل إلى المستشفى الممرضة بتقول لها إن الزيارات ممنوعة لكن إيل بتقول لها إن المريض هو اللي كلمها بنفسه وإنها لازم تشوفه واتاي بتلاقي إن تيه قاعد في المستشفى زهقان وبطلب منها إنها تروح له فبتقول لهم إيل إنها تدفع كل مصاريف علاجه هتاخده وتمشي وبتطلع إيل بتدفع المصاريف وعبال ما تيه يغير هدومه بيقول لها باتي إنها دفعت له كل المصاريف وإنه في يوم هيرجع لها الفلوس بتقول له إيل في الوقت اللي بيوصل فيه لي والمستشفى بيدور على تيه لكنه ما بيلاهوش وبتقول له الممرضة إن في حد جه ودفع له المصاريف وأخد ومشي بيتعصب لي وبيقول لها إنه تخنق من وجود إيل في حياة ابنه وباتصل بديري وبيزعق لها وبطلب منها تكلم إيل في أسرع وقت وتعرف تيه فين ساعتها بتتخنق ديري من المشاكل اللي إيل كل شوية تحطها فيها وفي الوقت لا بيكون تيه قاعد مع إيل وبتشممه إيل شوية ظهور من اللي بتعملها وبتقول له إنها متخيلة إن الظهور دي هتكون مناسبة ولما بيسألها الظهور هتكون مناسبة لإيه بتفجه إيل إنها عملت له برفان زي ما كانت أمها بتامر وبيبدأ الاتنين يعبروا البعض عن مشاعرهم وبتقول له إيل إنها حاسة إن هي بس اللي معجبة بيه لكن تيه بيصرح لها بحبه ليها وكمان وبيقول لها إنه بيحبها جدا إنها بتقول له إيل إنها عايزة تعيش معها لعمره كله وإنها ما بيئتش قادرة تستغنى عنه وإنها عزة يعمل العملية وما يشيلش هام مصارفها وإنها تتكفل بكل المصاريف بتاعت العملية ويتعمل كل حاجة علشان يرجع يشوف تاني بيرفض إن حد يدفع له مصاريف العملية بتقرر إيل إنها توصل لحل تاني يقنع تيه ساعتها بتقول له إنها تعرف طريقة تانية ممكن من خلالها يجمع مصاريف العملية من غير ما يستلف من حد في الوقت ده بيقول لي وقلقان جدا على تيه وبتصل بكل ما عارفه وبطلب منهم إن أي حد يشوف تيه بلغه وتاني يوم بيروح تيه مع إيل للسوق وبتكون طريقة إيل إنهم بيشتروا بطاقات اليا نصيب واللي من خلالها لو حظهم حلو يقدروا يكسبوا فلوس كتيرة جدا ومع إن تيه بيكونش مقتنع بالفكرة إلا إنه بيجرب حظه مع إيل وبتقول لإيل إنهم ما كانت بتكسب فلوس كتيرة جدا من خلال بطاقات اليا نصيب وإنه ممكن يكون حظه حلو زي همها وإنهم يقدروا يختاروا بطاقة الحظ المناسب لكسبهم الفلوس ساعتها بيروح يشتروا من التاجر رقم كويس وبيعودوا علشان يأكلوا في الوقت ده بيتصل التاجر بليه وبيقول له إنه شاف تيه بيبلغوا إنه مع إيل فبتعصب ليه من جديد وده لإنه مش موافق على العلاقة اللي بينهم ساعتها بياخد هونج وبيروحوا لتي ولو قاعد مع إيل ومبسوطين سوا لكنه بيدخلوا بيفسد متعتهم بيقولوا إنه كان ألان جدا عليه وإنه اتصل كتير جدا بيه علشان يطمن لكنه ما كانش بيرد بتقوم خناها بينهم وبتقول ليه لإيل إنها تبعد عنه وبيلحظوا على إيل إن منخيله بدأت تنزف وإنه تعبان ساعتها بيزعق ليه لإيل وبيقولها إنها بتقلب الحظ الوحش لتي وإن الطالع بتاهم مختلف ومنفعش يكونوا مع بعض بتحزن إيل جدا لما بتعرف كده لإنها بتحب تي بياخد ليه و تي وبيركبوا تكتك يوصلهم المستشفى لكن هما في الطريق بيتقلب بهم التكتك وبتصابوا كلهم بيروح ليه يطمن على تي وبيقول له تي إنه كويس ويعرفوا إنه لازم يطمن على هونج لإن شكلها مصابة جدا ساعتها بيروح ليه لهونج وبيلاقي إنها مغمى عليها وبنقلها للمستشفى وهم في الطريق بيعتذر تي لأبوه لما بيحسوا إن السبب في اللي حصل وبيقول له ليه إنه عارف إنه حظه مع إيل مش هيكون كويس ومع ذلك صمم يبقى معاها بيقول له تي إيل بتنسيه كله مم وبيتخليه حس بالسعادة لكن ليه بيكون شايف إنه مع مكانة السعادة اللي تي بيحسها مع إيل فده مش مبرر إنه يضحي بحياته علشانها في الوقت ده بتكون باي الآن عليهم علشان ما بيردوش على تليفونها ساعتها بتروح لوانج وبتعتذر له وبتضربه فبيقول لها إنه مفيش غالي اتنين بس ما اسمح لهم يضربوه واللي هم أمه وحبيبته ساعتها بتقول له باي إنها بتحبه وإنها باعت تحبتي زي أخوها وإنها باعت معجبة بأونج بيبسط أونج جدا وبيقول لها يلا ندور على تي وساعتها بيعرفوا إنهم في المستشفى في الوقت ده بتروح إيل وهي منهارة وبتعيط وبتعتذر لليو لأنها ما كانتش بتعرف طقرة طالة وبيقول لها ليو إنه القدر ما ينفعش يتعاند وإنه كل ده مزن بها وإنها حتى لو كانت تعرف كانت هتستمر في اللي بتعمله وده لأن الحب آوى من الأدر وبعدها بيروح ليو بيسأل عن تكاليف عملية تي وهونج بتيج وبتقول لها أنها تدبر وتدفع التكاليف كلها لكن ليو في الأول بيكون رافض علشان شايف إن دي مسؤوليته هو وساعتها هونج بتقول لها أنهم بقوا مرتبطين دلوقتي وأنها ممكن تساعدوا عادي وأن أول ما تي يخفها يتجوزوا هما الاتنين في الوقت ده بتيجي ديري وبتواسي إيل وبتقول لها أن تي ممكن يبقى أحسن بتستغرب ديري بقى لما بتلاقي إن إيل عاوزة تروح المكان وتدعل تي على رغم من إن إيل مش بتصدق قوي في الحاجات دي بيدخل عليهم ليو وبتفاجئ إنهم في المكان ولما بيلاقيهم هناك بيحس إن إيل بتحب تي فعلا وساعتها بيقول لها التقوص اللي المفروض تدعي بيها وبيعفوا كلهم يدعو لتي ولما بيطلعهم من المكان هونج بتقول ليو إن إيل شكلها بتحب تي فعلا وأن المفروض يديها فرصة تعيش مع تي وما بنعهمش من بعض وساعتها بيقول ليو لإيل إنها تقدر تزور تي بكرة في المستشفى قبل ما يعمل العملية وبييجي بيك علشان يوصل إيل بتقول لها دير إنها كذبت عليها وإنها هي وبيك مش مرتبطين ولا حاجة وإنها قالت كده علشان تصير غيرتها مش أكتر ولما بتسألها إيل ليه عملته كده بيرد بيك وبيقول لها إنه عمل كده علشان كان عاوز إيل في تنتباهها وعلشان حس إنها مستهوينة بيه وساعتها بترد إيل إنها ما كانتش مستهوينة بيه وإنه كان شخص مهم بالنسبة لها فعلا بيسألها بيك لآخر مرة عن فرصة النوم يرجعه لبعض وبتقول له إيل إنه مفيش أمل خلاص في الوقت إيلها بيكون تي بيتجهز علشان هيدخل لعمليات تسأله بايا عن شعوره وإيه قبل ما يدخل بيقولها إنه مش حابب يتكلم في شعوره لإنه حس إنه يموت بتعاييط باي لما بتحس إن إيتيها يفريقهم قريب وبتقول له ما تقولش كده وبيحاولت إنه يطمنها وبيقول لها ما تزعليش وإنه كل حاجة هتمشي كويس ويقول لها إنه على أقل بقى مطمن عليها علشان معاه شخص بيحبها وياخد باله منها بيقول لها إنه أمجع على الرغم من إنه تصرفاته طفولية إلا إنه يقدر يتحمل المسؤولية وياخد باله منها بتحضنه باي وبتتمنى له إنه يقوم من العملية كويس في الوقت لها بتكون ديري مع بيك وبتوسيه بتقوله إنه دي علامة كويسة وإنه يبدأ رحلة عطفية جديدة بيبتسم بيك وبيعرف إن ديري بتحبه وبيبدأ يأكل معاه ويديها فرصة وبعدها بالله يقل راحت المستشفى لتي وبتقعد مع لي وبتوسيه بيبدأ لي إنه يحكي لها عن تي في طفولته ولما كبر يقول لها إن تي كان بيساعده في كل حاجة وخايف جدا عليه ليموت بعد العملية ويخسره تماما بتهديه إيلي وبتدخل لتي علشان تشوفه قبل ما يعمل العملية بتكلم معتي وبتقوله إنها بتحبه جدا بيقول لها تيني التواجد معاه شيء صعب خاصة إنه مش بيشوفه إنها مش هتعرف تتبصد بحياتها معاه لكنها بتقوله إنه بعد ما يعمل العملية بنسبة كبيرة هيرجع يشوف تاني بسألها تي هتعمل إيه لو عمل العملية ومع ذلك ما خفش بترد قلب إنها هتكون عينه وأبوه وأبوه بيقوله إنه أرد طالع بتاعه إن ما فيش حاجة وحشة هتحصل له النهاردة وبيحاول يطمنه بتوراله إيلي الطالع بتاعه بتعرفه إن حظه هيكون حلو ويدخل إيلي العمليات بالفعل وللأسف الدكتورة بتقولهم إنه قلبه ويف فجأة وإنهم بيحاول يعملوا المستحيل علشان يرجع يعيش في الوقت ده بتنتين روح إيه لجنب أمه وبيقابلها وبيتكلم معها وبيسألها هو أنا كده مدت خلاص فبتقوله إنت عاوز ترجع ولا لأ بيقولها إنه عاوز يرجع وساعتها بتسأله لو رجعتها تعمل إيه بيقولها يا خبالي من بابا بتسأله لو ده السبب الوحيد اللي عاوز يرجع علشانه بيقولها إنه مش ده السبب الوحيد وإنه كمان عاوز تجاوز إيه بتقولهم إنه يقدر يرجع فجأة بترجع روحتي الجسد من جديد والدكاترة بتطمن عليه وبتطمن عيلته وصحابه إنه تيه رجع من تاني للحياة وإنه بنسبة كبيرة هيرجع يشوف تاني وبعد مرور وقت من نجاح العملية بيرجع لتيه بصره من جديد وبيتجاهز علشان هيتجاوز إيه وبصمم له إنه يتجاوز هونج في نفس اليوم اللي تيه هيتجاوز في إيه وإنهم يعملوا فراحهم فيهم واحد وده بعد ما كان ليه ورافض إن إيه تبقى في حياتي لكنه إلا إنه ما يقدرش يوقف ساعدتها أو ساعدت ابنه وإن القدر كده كده مكتوب وأي حاجة هتحصل لتيه هتحصل حتى لو إيه ما كانتش معاه ساعدتها بيبسط لتنين بيجاوزهم وبيخلف تيه طفل صغير بيسميه جيو وبتبسط مع إيلته في مكان واسع على البحر بيشتغل عرافه وكمان وبيمسك الموبايل وبيكلم الناس وبيبدأ يسأله وبشاركهم صور لإيلته والطفل الوحيل بيبدأ تيه يحسي بدوخة من جديد وإنه تعبان وبتقول له إيلن باي وونج الرب يتجاوزوا كمان ديرة هتتجاوز بيك فاسناها كلامهم بتفاجئ إيلن تيه وإيه فجأة ولما بتقرب منه بتلاقيه مات ساعتها بتدخل في صدمة قوية جدا وبتبقاش عارفة تعمل إيه بتتصل بأهله وبديري وبتعرفهم اللي حصل وبيحزن الكل على ودعهم لإيل وبيكونوا مش مصدقين الخبر وبتعود إيل مع لي وبتقوله مش أنت قلتلي إن الحب قوى من القدر بيقولها لي إن الحب عرفهم عليها وقال هم جيو وكل ما هيبصول وهيفتكروا تيه وإنها لازم تتقبل فكرة إن في حاجات هم مرغمين عليها وإن الحاجات دي هتحصل لهم غصبا عنهم ومش هيقدر يوقفوها وإن ده جزء من الحياة وتوازنها في الوقت ده بتنتقل روح تيه لحد أمه ولما بيقبلها بيقولها إنه ما كانش حابب يموت دلوقتي إن حتى ابنه جيو لسه منحيش يحفظ شكله وإنه لسه الآن على أبوه على اللي يحصل لهم من بعده ساعتها بتقول لأمه إنه لهم حق إيه لا وإن حتى هي علاءة على أبوه وإنه القدر اختر لهم يكملوا في طريق تاني وكده ينتيم وسلسلنا النهاردة لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمل ترجمة نانسي قنقر